سنواصل جهودنا الدبلوماسية والاقتصادية من أجل إجبار إيران على الجلوس إلى طاولة التفاوض ومن غير المقبول أن يهاجم أي طرف النقل البحري التجاري هكذا ردت الولايات المتحدة على الهجمات الأخيرة ضد ناقلتين نفط في خليج عمان والتي تهمت واشنطن طهران بالمسؤولية عنهما وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال إن الهجوم على ناقلتين نفط يعد تنفيذاً للتهديدات المتصاعدة في الفترة الأخيرة والتي أطلقتها إيران من أجل إرباك أسواق الطاقة والسهداف إمدادات النفط غير أن الوزير الأمريكي لم يزد على ذلك ولم يتحدث عن أي رد أمريكي محتمل على إيران رغم تأكيده أن اتهامه لطهران يستند إلى معلومات من جهاز المخابرات ليس ذلك فحسب بل إن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون نشرت فيديو قالت إنه لزورق إيراني وهو عند إحدى السفنتين اللتين تعرضتا للتفجير في خليج عمان حيث يزيل أفراد الزورق لغماً عنها لم ينفجر في مقابل ذلك بدى موقف واشنطن مكتفياً بتصريحات نارية تحمل الحرس الثوري الإيراني مسؤولية الهجوم بينما ينادى في الكونغرس بتكثيف الضغوط وفرض عقوبات جديدة على إيران بعد تورطها بالهجمات الأخيرة وهذا ما فعله السيناتور لينتسي جرهام رئيس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ والذي شدد على أن تلك الهجمات التي ينفذها فيلق قدس الإيراني تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين ولحرية الملاحة في العالم وبحسب محللين فإن الإدارة الأمريكية تبدو غير معنية أو ربما مترددة بشأن الرد على إيران فبينما تنفذ طهران تهديداتها بتنفيذ هجمات من شأنها عرقلة حركة الملاحة في مضيق هرمز يظل الموقف الأمريكي محصوراً في تصريحات للمسؤولين أو تغريدات نارية للرئيس ترامب يشعل بها الفضاء الافتراضي تويتر بينما تشتعل النيران فعلاً في سفن تبحر بمياه الخليج العربي ولا يدري أهله ماذا هم فاعلون